السلام عليكم إزاي الحال معاكم دكتورة سارة أحمد أنا في الحقيقة اليوم جاي أتكلم معاكم في موضوع الناس قد تفتكر إنه يعني كلام غريب لكن كده أسمعوني الآخر دائرة أربط الحاجات اللي بنتعلم في المدارس وبيعتقد إنها ما عندها علاقة بالواقع ولا عندها علاقة بالحياة ولكن هي في الحقيقة طرق مفيدة جدا للنظر للحياة والحكم على الأشياء خلينا أوريكم بالضبط أنا قصدي شنو في حاجة في علم الإحصاء الرياضيات اسمها المنحنة التوزيع الطبيعي ومنحنة التوزيع الطبيعي ده أنا أديكم أوريكم شكله شنو شكله يشبه الجرس شان كده أحيانا بيسموه شايفين الشكل ده بيسموه منحنة جرس طيب القصة شنو في الحكاية في ملاحظات عملوها العلماء في سرؤة والتايم يعني في طول الزمن يعني إنه في ظواهر بتتعلق بما يحدث لنا وحولنا وكده بتتوزع بطريقة سابتة يعني عندنا لو وحظتوا الجرس ده هنا مثلا والشكل المنحنة ده غالبية الناس موجودة تحت الهناي بتاع الجرس ده اللي هو التجويف بتاع الجرس ده التجويف الكبير ديل حوالي سبعين في المية من البشرية ولكن فيه نسبة قليلة من الناس اللي هي الموجودين في أطراف الجرس بيهنة وبيهنة ديل أقلية ولكن بيتميزوا بأمور معينة خليني أشرح لكم يعني شنو أنا قصدي شنو لنأخذ واحدة من الصفات الحياتية اللي بنشوفها كل يوم مثلا صفة طول الناس الناس طولهم كيف الطول ده يتفاوت وأنا قبل كده في حديث سابق قلت لكم إنه أي حاجة موجودة في شكل سبكترم بمعنى شنو نطاق وليس رغم واحد انت بتقدر تخده لكل الناس الناس يختلفوا ودي ده حال الأي يعني ظاهرة بايولوجية أي ظاهرة في الحياة متعلقة بينا متعلقة بالأحياء الأخرى أو لكده ما ممكن أخذتها في رغم واحد مخذتها في شكل نطاق يتفاوت بين كده وكده يعني بين خمسة وسبعة مثلا أو خمسة وخمستاشر لكن ما ممكن أقول عشرة أي ظل واقف في عشرة دي ما بتحصل دي بتحصل في الجمادات ممكن ولكن الظواهر الحياتية أو الأحيائية ما ممكن تحصل بهذه الطريقة أو بهذه الدقة إنما فيها نطاق للحاجات اللي بنعتبرها طبيعية طيب هذا المنحنى اللي هو منحنى الجرس اللي نسميه منحنى الجرس نتجة من ملاحظات عمله واحد عالم رياضيات عالم إحظة فرنسي في سنة 1733 جديم جدا ده زول بالمناسبة يعني أنا أعتقد أنه شاطر جدا الراجل ده كان اسمه أبرهام دوم وفير أنا أتمنى أنه أنا ما أكون قريطة فلط لكن ده اسمه كده ولكن تم تحسين الفكرة و إعطاء بعد زيادة عن طريق عالم ألماني اسمه فريدريك جاوس وده حصل مؤخرا أنا معرفة بالظبط 200 لكن بعد بعد العالم الفرنسي عشان كده أحيانا في الأوساط الإحصى أو الأوساط العلمية بيسموه جاوسيان كيرف يعني على اسم جاوس ده الفرنسي ده الألماني سعي فطيب القصة شنو بها ببساطة ببساطة أي ظاهرة بيولوجية سوى إنها صفة جسدية الطول العرض الوزن الكده بحاجات أنت ممكن تحسيبها رياضيا عندها أرغام ولكن تتفاوت طبعا زي أي ظاهرة أخرى يعني الناس ما تقول كلها زي بعض ولكن غالبية الناس موجودة تحت التجويف ده 70% من الناس بيكونوا موجودين بين الرغمين ده هنا بين الرغم هنا والرغم الهنا لنقول إن الرغم الهنا ده مثلا 150 صند والرغم الهنا 175 صند مثلا ده غالبية الناس بيكونوا موجودين هنا ولكن هل بيوجد في ناس أقل من 150 صند طبعا الهدير الموجودين هنا دي وهل في ناس أكتر من 180 طبعا بي هنا ولكن دي النسبة قليلة غالبية البشر موجودة تحت الأرغام دي حوالي 70 بي 75% دي الناس الموجودين هنا في المكان دا الوزن كذلك ممكن أفكر فيه بهذه الطريقة أي صفة لون الجبت ممكن أفكر فيه غالبية البشر لونهم هنا ولكن في ناس مثلا لونهم غامج جدا أو فاتح جدا يكونوا في الأطراف ابدأ صفات البيولوجية اللي نحن ممكن نصفها بدقة دي سهلة ولكن هذا المفهوم يمكن أن يطبق على حاجات كثيرة جدا في الحياة كيف بتقيم مثلا أنت أي حاجة حولك يعني تحكم مثلا على الآخرين كيف حكم من ناحية مثلا طريقة تفكير نسبة نجاح نسبة رضا نسبة السعادة نسبة الانتاجية في الشغل ممكن تستخدموا في أنه أكثر الموظفين المنتجين والكسالة أي حاجة في الدنيا أديكم مثال مثلا قصة الثقة في النفس غالبية البشر عندهم ثقة في النفس متوسطة بيقدروا يتعاملوا مع الحياة وبيقدروا يطلبوا بمطالق يطالبوا بأمورهم بدرجة من الدرجات بيقدروا كده ولكن لا يعتبر مثلا شديد ثقة في النفس بحيث أنه يقدروا يعني يأسروا على الآخرين مثلا ويغيروا طريق التفكير وكذا دي صفة موجودة في أقلية وليس في الأغلبية الأغلبية عادة بمش أمورهم الحياتية عندهم درجة من الثقة في النفس بحيث أنهم يقدروا يمش أمورهم الحياتية العادية ويتعاملوا بصورة يعني مقبولة ولكن المؤثرين الذين يغيرون من تفكير الآخرين ويقدروا يكونوا في مواقع قيادية لأنه عندهم ثقة في النفس زيادة موجودين مثلا في الحد البيجايدة مثلا هنا يقول في الحد دي في الركن في ناس طبعا عندهم ثقة في النفس زيادة عن الوزوم ودين الموجودين هنا شفت الناس دين هنا دين الأكسترين اللي هو بتصل إلى درجة من سميها داء العظمة ولا هاي بشكل ده اللي هو مليان full of himself زي ما بيقوله أو herself اللي هو فاكر نفسه إنه ما في زل زيه بيتصرف ب هنا شديد جدا جدا وعنده أفكار عن نفسه قد تكون شوية فايت الحد أنا عظيم أنا رهيب أنا فضيع وحتعامل معكم على هذا الأساس على أنكم أنتم أقل مني مثلا هاي زيدي لو ما شئنا للجهة الأخرى من الكير بل اللي هو هنا الناس ديل ديل الناس يفتقدوا إلى الثقة في النفس تماما ما يقدر يقول لك جيب ليك وبايت مويا أوكي ديل الناس اللي بيتمشيوا من تشريق وغريب ونحن نصفهم في المجتمع على أساس إنهم ناس ضعافة شخصية مثلا ليه لأنهم عادي يمي هنا اللي ستدرج يعني مثلا لو أنا عاينت للناس اللي قاعدين هنا تحت الهناي الناس اللي موجودين في الشمال هنا أقل ثقة في النفس من الناس الهنا لأنه ديل دا المدى بتاعي لأنا بتكلم عنه دا النطاق بتاعي اللي هو مثلا نقول من صفر لمية أوكي صفر دي ما فيه ما عنده أو قليل جدا مية دي اللي هو الجانب الآخر الأكستريم الشديد أوكي الشديد دا عادة ما كويس في بعض فيه كثير من الصفات والقليل ما في دي كمان برضو ما كويس أوكي فيبقى أنت لو داي تتفكر في أي مفهوم في الدنيا أو أي صفة أو أي فكرة أو أي ظاهرة ممكن تفكر فيها بهذه الطريقة إنه هي عبارة عن نطاق ممكن تدي ورغم قلنا صفر ما هذا الصفر في الكورنر دا لي مية وتقعد مع نفسك تشوف والله تاخد تلك مثلا ديست بتاعت خمس صفات النزاهة الثقة في النفس السعادة مثلا والرضا عن الحياة الإنجاز أو النجاح المثلا أي صفة تعني تقوم تقيم نفسك أنا من ناحية نجاح أنا وين من هذا المدى أو هذا النطاق هل أنا ناجح ولا ناجح جدا أو درجة نجاح مقبولة أو فاشل ما ده النجاح كده هو بين بين فشل ما في أي إنجاز في الحياة بالعكس أنت قاعد على على الناس وعلى المجتمع وعلى كده وأنا أغين تاني يا جماعة قاعد دي أنا وأبقصد بها الرجال وأبقصد بها كل الناس رجال والنساء ولكن بتكلم في صورة مذكر عشان بس ما ضيع الوقت أقول هي أو هو أو ما عليش يعني عزورني طيب فإبقى مثلا من ناحية النجاح والإنجاز لما تقيم نفسك أو تقيم آخر شخص آخر قدامك أخوك صحبك ولدك أبوك أمك زول اللي أنت تعرف لو دار تقيمه من ناحية نجاح وإنجاز في الحياة عندك هذا النطاق الذي يتفاوض بين صفر اللي هو زول فاشل تماما لما عمل أي حاجة في الحياة دي ممكن نسميها إنجاز أو حاجة يعني مفيدة للبشرية أو لنفسه جهنة صفر ودي حاجة نادرة زي ما قلنا ما ناسكتار في الحتة دي يعني تمشي في الاتجاه ده الاتجاه النجاح الاتجاه إنه انت فيه فيه حاجات عملتها في الحياة فيه إنجازات فيه فيه درجة من درجات النجاح موجودة وهذه درجة تزداد كل ما انت مشيت في الاتجاه ده أوكي غالبية الناس زي ما قلت لكم بناء على نظرية الجرس دي أو منحنة الجرس بيفضلوا هنا طول حيات ممكن بيفضلوا هنا مع شنو مع الجماعة الجماعة الأغلبية اللي هم هنا حوالي 70% من البشر الناس الموجودين هنا تحت الهناع ديل 70% من البشر وفي الأطراف ديل هنا 15% وهنا 15% أوكي أوكي هل أنت من ناحية نجاح موجود في 15% الفاشلين ولا 15% الناجحي جدا وديل بالمناسبة يعني أنت عشان تقول أنا ناجح جدا داي رليك صفات كتيرة فيك أو حاجات كتيرة أوكي أو أنت مع الجماعة ديل اللي هم 70% من 14 أنا أديت مثال بالنجاح بس عشان تفهم الناس بتقول فشنا يعني التفكير ده يمكن أن يستخدم في يعني تقييم تقييم أي حاجة في حياتك كل شيء مثلا القدرة على الطبخ أنا أنا طبخ ماهر ليات درجة هل أنا هنا ما بعرف حتى أسلك بيضة ولا أنا هنا أنا زول طباخ عالمي مشهور سمعتي زي البرلنت في الطبيخ وبالناس دي كلها بتعرفني أنه أنا ما في زي يعني ولا أنا هنا أهو بقدر أطبخ لكن تخطي وتصيب يعني مرات كده ومرات كده مثلا فلاحظوا أنه هذا الخط ها هو المدى اللي نحن نتكلم عنه أو النطاق اللي نحن نتكلم عنه أي حاجة ممكن تخدها هنا طيب الحكاية دي المهمة في شنو أنا فكرت وعرفت وبتاع ما أنت لو عرفت أنت وين لو عرفت أنت وين بتقدر تعرف تتحرك من مكانك اللي أنت في يعني إذا أنت في مجال معين مثلا نقول المعرفة أو الثقافة أنا يعني عندي بعض المعلومات مثلا يعني دائر أعرف أكثر أنا موجود هنا من ناحية الثقافة ومعرفة لكن دائر أعرف أكثر دائر أكون جور مشقف دائر أعرف في المجال المعين لأنا به المني لنقل مثلا مجال الزراعة إذا جينا مثلا مجال الزراعة أوكي المعرفة في مجال الزراعة لو جينا أخذنا المزارعين عموما أو الناس المهتمين بهذا المجال بنقدر نخطهم في هذا المنحنة في ناس يس بندعو أنهم مزارعين ومعرفة وبتالي لكن في الحقيقة هم معرفة بسيطة جدا وإنتاجية قليلة وحقيقة القصة ما عرفنا عنها حاجة كثيرة غالبية المزارعين أو المهتمين بالزراعة بيكونوا موجودين هنا عندهم إنتاجية متوسطة وقادرين على أنهم يعني يزرعوا ويقلعوا ويملوكدوا وبتالي لكن المعرفة تظل متوسطة الخبراء في الزراعة موجودين هنا يا إما نحن قلنا خبراء ليه لأنه عندهم معلومات كثيرة جدا وبيشتغلوك أو بيعملوك يعني كونسلتنس مثلا استشاريين ولا حاجة للناس للناس الـ 70% أو إنتاجية عالية جدا هو مزارع لكن عنده أحسن إنتاجية مقارنة بالباقين ودائما منتوجه رائع وأفضل من الباقين كذا يعني يعني وبيجيبوا الناس ديل ديل الكتار ديل عشان يديهم نصايح ويوروهم يعملوا شنو ديل الموجودين هي يعني صراحة أداء سيء ويعتبروا يعني يمكن التدريس دا ما تبعوا ما بعرفوه ديل الموجودين هنا 15% ديل في ناس قمة في الروعة في التدريس بيعرفوا كيف يجزقوا ينتباه الطلبة بيعرفوا كيف يوصلوا المعلومات ببساطة بيعرفوا الطلبة بيحبوهم وبيستمعوا إليهم دائما أي زول بتذكر مدرس زيد بالمراسبة في مدرس موجود في حياتك أو ما بتقدر تنساه عنده الصفاء دي أوكي ولكن غالبية المعلمين موجودين هنا 70% منهم موجودين هنا يعني بيقدروا يدرسوا بيعني ما عندهم مشكلة بيعملوا أداء ما بطال بيعمروا وظيفتهم كما يجب يعني ولكن ما فيش تميز وما فيش الفشل التام الموجود هنا ابقى هذا هذه الطريقة في التفكير في الأمور الحياتية المختلفة حولنا اللي هي بتعتمد على هذا التوزيع الطبيعي للأمور الحياتية يا إما الصفات الحياتية والإحيائية أو المفاهيم المختلفة أو الأداء الأداء في الحياة أوكي مثلا خلونا نشوف صفة من الصفات البشرية خلينا نقيم هنا مثلا صفة الأنانية وحب النفس ما ليش أنا مرات كذا صفة الأنانية مثلا في ناس أنانيين لدرجة مبالغ فيها لدرجة إنه بنعتبرهم سايكوباثيين ما يقدر يفكر في غير نفسه ما يقدر يفكر في الآخرين إطلاق النفس أولا وثانيا وثالثا وعاشرا أوكي ديل هنا ديل ما غالبا حيكونوا ناس نرجسيين النرجسية ما هي جزء منها الأنانية الشديدة يعني أو أدم القدرة على التفكير في الآخرين أدم القدرة على التفكير في الآخرين واحدة من صفات النرجسية ديل حيكونوا موجودين هنا في 15% ديل اللي هو من كده ده شخص أصدو أول حاجة في أي تفكير وأي خطة دار تعمله تتكلم معاه يقول لك أنا وين الموقع من الحكاية دي أنا دخل شنو أنا الحنو دي غالبية البشر عندهم ضراجات متفاوتة من الأنانية أحيانا ممكن يعني يساعدوا الآخرين أو يفكروا في الآخرين قبل ما يفكروا في نفسهم تخت تصيب دهنة غالبية البشر 70% وفي ناس ما بيفكروا في نفسهم أصلا وعندهم ضراجات عالية جدا جدا من إيثار النفس الإثار اللي هو التفكير في الآخرين قبل ما تفكر في نفسك التفكير في الآخرين قبل ما تفكر في نفسك ومن غير ما تكون عاوز عائد من هذا النوع من التفكير ديل هنا 15% ديل ودي حاجة كويسة جدا أو يعني ما عليش أخذ رجع الكلام ده ما حاجة كويسة جدا أنت ما مفروض تقول تقدم الآخرين على نفسك يعني النفسك دي برضو عندها حق تبصت في الأمر في الأمر ده كويس أنت عاوز تكون كريم وتساعد الآخرين وتتفكر فيهم أحيانا قبل ما تفكر في نفسك ولكن مش كل الوقت أنت ما عاوز تكون في 15% دي ولا عاوز تكون هنا طبعا الشخص ده شخص بالمناسب مقروغ شخص لا يعتبد عليه شخص لا يستطيع أن يرى الآخرين بخالص يعني اللي هو الأناني هنا ده اللي هو النرجس ده أوكي هنا ده بقى الحاتم الطائق ولا حاجة بالشكل ده نلقاه هنا اللي هو ما يفكر في نفسه إطلاقا ولا يفكر في حاجات لنفسه يفكر في الآخرين أول حاجة ودي حاجة برضو مشكلة أنت برضو مفروض تدي نفسك دي حقها وتعتني بيها وهكذا فيبقى أنا الفيديو ده والحلقة دي عاملاها عشان الناس تبتدي تحاول عشان تفكر في أمورها الحياتية المختلفة بالطريقة دي طريقة كويسة جدا بالمناسبة طريقة كويسة جدا وممكن تستخدم في كل شي في كل شي أوكي مثلا دراجات الجمال طبعا دي حاجة لنبضحك معكم يعني ولكن أغالبية الناس في ناس شينين جدا موجودين هنا 15% دي فينا أغلبية الناس عندهم دراجات متوسطة من الجمال تتفاوت برضو زي ما أقولت لكم الناس اللي هنا أقرب إلى الشنق والناس اللي هنا أقرب إلى الجمال صح ولكن لسه دل يعتبر متوسطين وعندنا 15% من البشر رائعي الجمال أوكي فدي الموجودين هنا في 15% دي بس طريقة عشان أنا يعني أوريكم إنه أي شي في الدنيا ممكن أنت استخدم فيه هذا النوع من التفكير وهذا النمط من التحليل لما يحدث حولك الفايدة 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 إنه في حاجات كثيرة في حياتنا نحن ممكن نغيره النفسية الإنسان وقدراته ليست حاجة سابتة حاجة عندها ولكن حاجة عندها مدى عندها نطاق أوكي يعني أنا لو عاوز مثلا قبل ذكرت لكم الثقة في النفس أنا حاسي إنه أنا ما عندي ثقة في النفس كافية موجود هنا مثلا في الروهن ده أوكي وإن عدام الثقة في النفس ده عام لي مشاكل أنا ما قادر ما بيترقى في الشغل ما بيجي يلجأ أولي الناس عشان نساعدهم وطوالي في حالة خوف من المواجهة وطوالي يعني عندي مشكلة بتاعة ثقة في النفس موجود هنا عاوز برغبتي في الحياة إنه أنا أكون هنا مثلا أو أنا أقل هنا عشان أقدر أمشي أموري يكون شوية عندي القدرة إنه أنجح في عملي أنجح في علاقات الأثرية أنجح في علاقات مع الآخرين أعمل أصحاب الناس يحترموني أكتر عاوز أزيد ثقتي في نفسي إنت لو قررت إنت وين من الكيرف ده موقعك شنو وعاوز تمشي وين لنقول إنه إنت قدت نفسك سكور بتاع ده قلنا من واحد من صفر لمية قدت نفسك مثلا عشرين هنا مثلا عشرين إنت دا يرتبقى خمسين تتحرك من هنا تجي هنا فموس خمسين معناها إنت تشتغل على نفسك وعلى ثقتك في نفسك عشان لما انتغيم نفسك المرة الجاية تكون خمسين أو قريب من خمسين أو يمكن ستين كمان إبقى دي طريقة لتحليل النفس لتحليل الصفات لتحليل وضعك في الدنيا دي كيف عامل وتختار الصفة أو الميزة اللي انت عاول تشتغل عليها وتشتغل عليها أوكي فإبقى هي ممكن تكون نظرة تحليلية لنفسك لوضعك حولك أوكي للناس اللي حولك لقيم كثيرة جدا في الحياة أنا ذكرت لكم قيمة الاستئثار والأنانية برضو تفكر فيها على أساس إنها نطاق أو درجات من الوجود بخصوص هذه الصفة وهكذا فيا جماعة العلم قد يكون في بعض الناس بيروه إنه حاجات كده معقدة ومبهمة وفايدة تشنوب النسبة لي ولكن في أمور كثيرة جدا جدا هي في الحقيقة أمور حياتية مهمة وبتبسط الحياة بطريقة التفكير فيها ونحن كبشر بنسعى إنه نعمل أفضل مما نحن عليه في حياتنا عشان نقدر نقدم للإنسانية وللحياة بعض الأمور أو بعض الإنجازات اللي بتخلين راضين عن حياتنا لأنه ده الهدف المناسبة الكبير الغرض الكبير من هذه الحياة إنك تقوم راضي عن ما فعلته يعني لما نبقى لخلاص عمرك 80 سنة 85 سنة وتقعد تفكر تقول أنا في الحياة دي يعني إشت حياتي كإنسان منجز ومفيد والناس هيتذكروني بالخير ولا أنا كنت إنسان مفسد وكل كل غراراتي كانت سيئة أو ماشا في الاتجاه الغلط والناس بكرهوني وأنا ما أنجزت حاجة تذكر عشان أفيد بيها البشرية أو أفيد بيها مجتمعي الناس تفكر إنه خد نفسك في العمر المتقدم ده وشوف أنت حتقول شنو عن نفسك أو دائر تقول شنو عن نفسك عشان تقدر تحسن دواخلك أولا وبعدين تحسن محيطك اللي انت فيه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم